أسعد الله مساءكم بكل خير يطيبني في هذا الوقت أن أشكر جامعة الملك خالد على هذا اللقاء ورغبتهم بأن نقدم كلمة حول الانتماء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية ولا يفوتوني كذلك إلا أن أشكر قسم التاريخ والجغرافيا على جهودهم المتميزة في الجانب التاريخي سواء القديم أو الحديث وأشكر سعادة الدكتور بندر الروقي على اهتمامه الشخصي وحرصه على مثل هذه اللقاءات الوطنية فلا يستغرب على أبناء الوطن مثل هذه المبادرات الجميلة حديثنا اليوم حول المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة في المملكة العربية السعودية ملموسة فجميع أبناءنا أبناء الوطن العزيز ينتمون لهذا الوطن الغالي الكبير وهناك مقومات عديدة وكثيرة لحب هذا الوطن أولا حب القيادة الرشيدة حب هذه الأرض التي هي أرض الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة النبوية على رسولنا محمد ابن عبد الله أيضا موقعها الجغرافي فهي تقع بين ثلاث من القارات مما أنعكس على دورها الاقتصادي والمملكة العربية السعودية أهل الله الحمد تزخر بأرض ذا موارد اقتصادية جمه والمواطنة بمفهومها العام هي علاقة الفرد بالوطن الذي ينتمي إليه وهذا الشعور يجعل هناك تماسك اجتماعيا بين أفراد المجتمع ودائما العلاقة حينما تكون علاقة إيجابية بين المواطن وبين القيادة كلما كان هناك تحقيق منجزات عظيمة وهذا ما نلمسه ونراه في وطننا الغالي مملكة العربية السعودية وطبعا النسبة الأعلى في مجتمعنا الحالي هي نسبة الشباب الذي نال اهتمام قيادتنا الرشيدة بقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حيث أولى اهتماما كبيرا بأبناء الوطن وهذا نلمسه في الرؤية الحكيمة الرؤية التي هي خارطة طريق لكثير من المجالات فالمتتبع لمحاور الرؤية التي تتكون من ثلاث محاور مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطنا طموح أنبثقت منها عدد من البرامج 14 برنامج جميعها تسعى لتحقيق الرفعة والعزة لهذا الوطن الغالي وأن درج تحت محور مجتمع حيوي هو تنمية القدرات البشرية وتنمية القدرات نلاحظه على المستوى التعليمي والأكاديمي في كافة مجالاته وهذا بدوره يتفرع من التعزيز الهوية الوطنية التي تنبثق من طبعا المحافظة على تراثنا ولغتنا العربية وأمجاد هذا الوطن وتمسكنا بعقيدتنا السمحة فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أنحبانا بنعم كثيرة أولاها القيادة الرشيدة العظيمة التي منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه حتى وقتنا الحالي في عهد سيد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين يحفظه الله ونحن نرفل بالأمن والأمان والسؤدة ولله الحمد المتتبع للتطور الحضاري في المملكة العربية السعودية يلاحظ بأن هناك تطور عظيم في كافة المجالات فعلى المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والجميع يرى هذا الأمر فنحن لله الحمد لدينا الآن شباب واعي مدرك لدوره في المحافظة على أمن هذا الوطن العظيم والوطن كما نعرف عظيم جدا فالشاعر يقول وطني لو شغلت والخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي فالوطن لا يتعوم والوطن غالي على الجميع فالإنسان بدون وطن كأنه حقيقة من دون إسرة ومن دون أي كيان ونحن ولله الحمد في وطننا المملكة العربية السعودية قبلة المسلمين نفتخر بهذا الوطن الذي أنم الله علينا به فيجب علينا جميعا أن نحافظ على أمن هذا الوطن وأن نكون دائما متكاتفين حول هذا الشأن وأن يكون عندنا انتماءنا لوطننا انتماءا عظيبا كبيرا فنحن في كل يوم نرى الاجدهار لهذا الوطن ونعلم بأن هناك في الخارج من يكيدون لهذا الوطن وهناك من يغبط وهناك من يحسد على هذه المنجزات العظيمة ونحن في المملكة العربية السعودية يجب أن ندرك ويكون لدينا الوعي الكامل لهذه الحيثيات والشباب السعودي من البنين والبنات ولله الحمد نرى فيهم المستقبل ونرى فيهم الأسرار على المحافظة على كيانهم الوطني وعلى وطنهم وعلى تعزيز والمحافظة على هويتهم الوطنية العزيزة علينا فكل وطن وكل بلد لديه لديه هوية يفتخر بها من طبعا عدات وتقاليد وقيم ثابتة يحافظ عليها ونحن والله الحمد قيمنا جميع هم استمدة من الشريعة السابعة الشريعة الإسلامية فلذا يجب علينا دائما أن نحرص عليها ونهتم بالمحافظة عليها وأن يكون لنا وعي على المستوى المجتمعي والمستوى الأسري وكأفراد فدولتنا الله يعزها لم تألو جهد ما قصرت في أي أمر من ناحية التعليمية من ناحية الصحية من ناحية الثقافية فنحن نرى التطور والعمران في كل بكان وكذلك نرى هذه الرؤية المجيدة التي بدأت من 2016 والآن مضى عليها سبع سنوات ونرى فيها حقيقة منجزات عظيمة وخلال هذه السبع سنوات كان هناك منجزات على كافة المستويات فنحن حقيقة جميعنا يجب أن نتضافر مع قيادتنا الحكيمة الرشيدة بأن تحقق كافة أهدافها ومنجزاتها المستقبلية وسموه للعهد يحفظه الله حريص على شباب هذا الوطن وجميع ما يعمل من أجل شباب هذا الوطن خاصة وأبناء الوطن في العموم وجميع تصريحاته ويحرص على أن يكون الأبناء والشباب على مستوى المسؤولية وهذا هو ما هو مأمول وهذا هو ما هو حاصل فنحن يجب أن نشكر ولأن شكرتم لأزيدنكم شكرا نعم يجب أن ندركه ويجب أن لا يذهب عن مخيلتنا ولا بد أن نعي كل مننا يعي دوره الوطني والمحافظة على أمنه فنحن الآن نواجه حقيقة مواجهات من الخارج سواء إرهابية أو كما أن الله الشر مثلا المخدرات التي صار لها انتشار نسبي في هذا البلد ولكن هذه المخدرات بأنواعها وهذه الآفة وهذا الوباء أنا أعتبر آفة ووباء إذا لم يحصر ويكافح سوف يؤثر على ربما جزء كبير من شباب هذا الوطن والشباب معروف دائما في كل بلد هم عبادة وهم الذين يقومون على هم القوة العاملة في كل بلد ووطنة يعني نعرف إن شبابه دائما مستاهدف ولكن نحن على مستوى القيادة وكمواطنين نتضافر جميعا لصد كل ما هو ضد هذا البلد وكل ما يزعزع أمنه أو منجزاته الوطنية فيجب أن نكون من الشاكرين ويجب أن نعي وعي كامل البعض مننا ربما يعني طبعا لم يدرك بأن هذا الوطن العظيم لم تتكون هذه الوحدة بهذه السهولة لم تكن المملكة العربية السعودية قبل الملك عبد العزيز جزءا واحدا ووحدة واحدة ولكنها كانت دويلات وكان هناك الشتات الشتات بين أبناء هذا الوطن ولكن لما وحد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وأسس هذا الكيان العظيم أصبحنا وحدة واحدة كيان واحد فلذلك الشباب يجب أن يقرأوا التاريخ ويجب أن يسألوا أباءهم وأجدادهم فجميع أبناء هذا الوطن ساهموا في هذه الوحدة العظيمة الكبيرة بقيادة القائد الفذ رحمه الله الملك عبد العزيز فلذلك يجب أن نحافظ عليها ونصر عليها بالنواجد ولا نسمع كل من يتحدث عن أي أمر يؤثر على وطننا ويجب أن ندرك أننا والله الحمد بلد متميز له خصوصيته ويجب أن نكون دائما يدا واحدة نحارب الشر ونعمل من أجل الخير وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن العزيز المملكة العربية السعودية سبحانه وتعالى